تسريب مكالمة سرية وحميمية للملك تشارلز وكاملة قبل زواجهما، هذا ما حصل للأميرة ديانا ترقب وانتظار من قبل الجمهورة لعرض نتفليكس الموسم الخامس من The Crown يوم الأربعاء التاسع من تشرين الثاني وخصوصا بعدما ورد في عدد تقارير أن المسلسل في موسمي هذا سيتطرق إلى مكالمة هاتفية سرية مسربة ومحرجة بين الملك تشارلز وكاملة قبل أن يتزوجه ولتفاصيل ما حدث للأميرة ديانا وفي التفاصيل ذكر حساب ديلي إكسبرس على تويتر أن المسلسل سيتطرق لتفاصيل المكالمة الحميمية السرية بين الحبيبين تشارلز وكاملة والتي عرفت وقتها بفضيحات كاملة جيت أو تامبو جيت تم نشر الصوت ونسخة المحادثة التي مدتها ست دقائق بواسطة صحيفة التابلويد ثم تم تعديلها مرة أخرى في العام 1993 بعد الإعلان عن انفصال الملك تشارلز والراحلة ديانا ممثلون نتفليكس قالوا إن لحظة المكالمة سيتم تصويرها برومانسية على أنها عشيقين صغيرين ومع ذلك كان هناك جدل حول هذا الأمر وفقا لصحيفة التليغراف جوش أوكنر الذي لعب دور الأمير تشارلز الشاب في الموسم الثالث والرابع من المسلسل سبق ورفض تصوير المكالمة بينما علق دوميني كواست الذي سيلعب دور الملك تشارلز في هذا الموسم أنه شعر في السابق بأن المكالمة الهاتفية كانت قادرة ومحرجة للغاية لكنه غير رأيه الآن ومن ناحية أخرى لا يزال قرار الملك البريطاني تشارلز ببيع مجموعة من خيول والدته الملكة إليزاباث الراحلة تشغل الصحافة المحلية حيث أكد تقرير جديد أن الملك جنى أكثر من مليون جنيه استرليني بوقت قصير وأكدت صحيفة دايلي ميل أن تشارلز قد باع 14 حصاناً أي أكثر من ثلث خيول الملكة إليزاباث التي ورثها بعد وفاتها ضمن مبيعات تيتر سالز المزارع الرئيسية لخيول السباق في المملكة المتحدة وأرلندا وأشارت إلى أن المبيعات تراوحت من 300 ألف جنيه استرليني لحصان جاستفاين إلى 40 ألفاً لحصان قولتك البالغ من العمر ثلاث سنوات وكان قد تم بيع حصان لوف أفيرز بمبلغ 38 ألف جنيه استرليني قبل يوم من وفاة الملكة وأوضحت الصحيفة أن ما قام به الملك ليس بالأمر الغريب بل عادة ما كانت الملكة تبيع سبعة خيول سنوياً ولكن يمثل بيع الخيول هذه المرة زيادة مضاعفة في المبيعات وهو ما أحدث ضجة كبيرة في بريطانيا ترجمة نانسي قنقر